وفي إزاة الإطار قدم الأمين العام لتحالف الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاة تأب داودة ناجدي قدم حديثا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام تحدث فيه عن أهمية هذا اليوم في حماية البيئة نستمع لجزء من حديثه في الميكروفون الزميلة فاطمة داودة الحمر اليوم العالمي للبيئة تقريباً إلى 43 سنة اليوم العالمي قد نتفلها حالف المدافعين والإنسان والبيئة في تشاة هي جمعية بالناس والجمعيات هي اليوم دا تتفل اليوم وفي دا بلانة تشاة هي قد تواجه صعوبة مرة واحدة في التغيير عن الجو السنة التفال قد طب يسين بقول لها قرب الإنسان للبيئة ودا التم دب خالينا يقول لنا خالي نحب والبيئة وكي كيف نكدرو نحافوز لا في دا بس اليوم ندولبولي لأي واحد خالي في التفالنا اليوم دا خالي فاكر لكي كيف نكدرو نحافوز للبيئة ترجمة نانسي قنقر